الله أكبر وإذا قلئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم توحمون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا إبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الله من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم